اشتركوا في القناة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيدا وما جعلنا القبلة التي قمت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن قالت لك بيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما قوتم فظلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعي قبلتهم وما بعدهم بتابعي قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فظل بجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فظل بجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما قوتم فظلوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم أخشوني وليتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أغسلنا فيكم ورسولا منها يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفث والتمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رحمة أولئك عليهم سلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما وما تتوعى فأو خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصله وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوزلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يعفع الناس وما أنزل الله من السماء من مائيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مياق لذابة من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ منذون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا تيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدب مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأنتقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومسل الذين كفروا كمسل الذي ينعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وسم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا يا تيباد ما رزقناكم واشكروا لله يكوتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخيزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بعض ولا عادي فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يقتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن وقليلا أولئك ما يعقلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد ليس البر أو تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي الجين وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والذراء محين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَا الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات إياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت يترق خيرا للغسية للبالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سميعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسيا جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معذودات فما كان منكم مريدا أو على سفريا فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية وتعام مسكين فما تتوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير هم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليسم وما وقال مريدا أو على سفريا فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العز ولتقملوا العدة ولتقبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني كريب أجيب دعوة الدع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام ورفسوا إلى نسائكم إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسفد من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباتل وتدخلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباتل وتدلوا بها إلى الحكام إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل لا قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بآتات البيوت من أزهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عيد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن يقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء القافرين فإن يتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يتهوا فلا أدبان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأعفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فما كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية يسيام أو صدقة أو نسك فإذا أميتم فما تمتع من الأمرتي إلى الحج إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يدد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة قاملة ذلك لمن لم يكن أهله حادر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العكاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم